في هذا الفيديو سوف نقدم لكم مشاهدين الكرام مراحل نمو وتطور الطفل من ولادته حتى إكماله الثلاثون يوم ماذا يستطيع أن يفعل طفل هذا الشهر يتأقلم الطفلك المولود حديثا بسرعة مع تواجده في العالم الخارجي في هذه المرحلة سيمضي معظم وقته في النوم والرضاعة أثناء هذه المرحلة العمرية قد لا يبدو لك أن طفلك يفعل الكثير لكنه يستوعب العديد من الأمور مع أنه لا يستطيع الرؤية لمسافات بعيدة إلا أنه سيحب النظر في وجهك ماذا يصبح لدى طفل المولود حديثا نمط خاص في الأكل والنوم يعتبر الطعام أهم ما في حياة طفلك الرديع ويأتي النوم في المرتبة الثانية سيردع الطفلك على مدار الساعة خلال الأيام القليلة الأولى من ولادته يرجح أن يرغب في 8 إلى 15 رضع بعد الأسبوع الأول تقريبا سينخفض العدد إلى 6 حتى 8 رضعات في اليوم يطلب الأطفال الذين يردعون رضاعة طبيعية الرضاعة بتكرار أكبر مقارنة مع الأطفال الذين يردعون الحليب الإصطناعي مخصص للأطفال ينام الطفلك على فترات متقطعة كما سينام غالبا على فترات تبلغ في مجملها 16 أو 17 ساعة من أصل 24 ساعة لسوء الحظ لا يعني ذلك أنك ستتمكنين من النوم لفترة طويلة لأن نومه سينقسم إلى 8 مرات تقريبا المرة تعادل قيلولة واحدة لماذا يبكي طفلي كثيرا؟ كيف أستطيع تهدئته؟ لا يستطيع طفلك أن يظهر شخصيا بالمعنى المتعارف عليه لكنه يعبر عن نفسه بالطريقة الوحيدة التي يعرفها البكاء منذ أن وصل طفلك إلى هذا العالم المضيء والمليء بالحركة وهو يحاول التأقلم مع أشكال عديدة من التنبيه إذا كان طفلك يبكي بسبب التنبيه الزائد فقد يهدأ حين تتحدثين إليه بلطف وتحميلينه قريبا منك بشكل مستقيم يمكنك أيضا تهدئة طفلك عن طريق اللمس يحب معظم الأطفال أن يتم ضمهم وتدليلهم وتقبيلهم ويعتبر اللمس وسيلة هامة جدا للتواصل مع طفلك وتهدئته شكرا على المتابعة راسلون بملاحظاتكم واقتراحاتكم ولا تنسوا الاشتراك على قناتنا حتى تتوصلوا بجديدنا لكم منا أطيب المنا وموعدنا في استراحة واستفادة جديدة